أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تقوم بتوسيع ناشاط القطع الخاص وأضاف مدبولي أن الدولة حريصة على دعم القطع الخاص وتشجيعه في هذه الظروف الصعبة كل دي هدفها ببساطة شديدة أن نحن نمكن القطع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الأنشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة والدولة المصرية كلها بتدعمه ويمكن عشان كده أنا بأكد ورسالة لكل القطع الخاص اللي موجود في مصر إحنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة وأهم شيء أن أنا بدعو كل أصحاب المشروعات أن هم برضو أن هم يتقدموا صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص ولكن إحنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت إشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا إسبوعية أو كل إسبوعين على الأكثر فبشجع القطاع الخاص أنه هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب أنه أيضا يعني يبقى ده منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الزهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الأخرى